مرحبا بكم في بودكاست توني فرانسيس بودكاست حيث نشارك كلمة الرب النبوية وأعلانات من الكتاب المقدس والصلوات التي ستجعلك تعيش حياتك بوثرة www.heildnations.com والآن ها هو مضيفك توني فرانسيس مرحبا معك توني فرانسيس وبصلي أنه هذا البودكاست يصلك صديقي وصديقتي باسم الرب يسوع المسيح اليوم الروح الأدوس بدويني شارك معك من مزمور سبعة يمكن أغلب المشاركات عم بتكون من المزامير هليلويا ليش لا وأنا كتير بحب المزامير وكل الكتاب هو لقلنا نافع للطقوة هو للتقديب وهو للبركات وكل كلمة من هيدا الكتاب هي حياة لقلنا فاليوم مزمور سبعة الرب حطه بالمزامير كرمالي كلمك ويكلمك ويكلمني ويكلم شعبه بهذه الكلمات يلي رح نقرأ مننا اليوم وهيك نتوقع روح الأدوس يكلمنا باسم يسوع ويصنع معجزات نحن وعم نسمع لهذه الكلمات المباركة اليوم من الروح الكدس ومنعطي يشوى نعطي يسوع المسيح كل المجد فتح معي على مزمور سبعة العنوان قصيدة حزن ما تطفي البودكاست لأن قلت لك قصيدة حزن طويل بيلك ولا مرة كلمة الرب تحزن أكيد هي فرح لأنه الاعلانات يلي رح نخدها هلأ رح عن جاد بتفرحنا وهي قوة لقلنا بس رح نتعلم من قصيدة الحزن هايدي قال يلي نظام داود ورنمه للرب ردا للتهمة التي رماه بها كوش البن ياميني فكان داود هون عم بتعرض لتهمة معينة وكان حزين لأنه أنه الناس لما بتتهم بشي بتحزن ما هيك فهون كان كاتب قصيدة حزن نظام داود ورنمه للرب شو حلو؟ هل بعدنا بالتايتل بعدنا بالعنوان بعد ما حكينا بالمزمور بس أنه ليك العنوان شو حلو لأنه داود لما تهم من هيدا الشخص يلي اسمه كوش البن ياميني يلي هو من خيلة إلو بالرب لأنه هيدا صبت بن يامين وهني أخوة يعني هودي الأصباط يعني التهمة لما بتجي من أخ أو من حدا قريب بالرب عن جد مؤلمة لأنه ما بتتوقع أنه هيك حدا يتهمك والتهمة عادة هي شي شيطاني اللي أنا اتفق عليه لأنه الشيطان اسمه المشتكي على الإخوة هو اللي بيتهم بالإنجليزي اسمه الأكيوزر يعني اللي بيعطي تهم وشيكيات فالتهمة هي أكتر من أنه بس كلمة بجعة توجهت لإلنا أو ملاحظة لا التهمة هي حضور شيطاني هي تعيير هي سهم هي ألم هي تعب السهام إبليس المشتعلة فهون داود تهم من خيو يعني بالرب بالإيمان كوش البن ياميني بس الحلو أنه داود الكتب قصيدة يعني عبر عن حزنه ومشاعره مش بس لإله لأنه بيقولولك بس بعلم النفس أنه كتب اللي بتحسه وحلو أنه مظبوط هيك لأنه عم بتعبر بس بعد أعظم من هيك تعبر عن حزنك بمحضر الرب وللرب قال هيدي قصيدة حزن نظمها داود شو ورنمها للرب فأكتب مشاعرك على ورقة أو على اللابتوب وين ما بدك اكتبها بس خليها تكون للرب الورنمها للرب وهيدا يلي بيعمل كل الفرق فخليها نشوف روح القدس شو عنده اليوم لأنه من هيدا المزمور وأنت ما عم تسمع بالصدفة هيدا الكلمة اليوم لأنه الرب بدي يغير حياتك وحياتك وحياتي لأنه أنا أول حدا بيبقى موضع حاله ليسمع شو عم بيقوله روح القدس لأنه بدي أتغير بدي أتبارك بدي أقعد مع يسوع بهيدا المشاركات التعليمية النبوية العفوية باسم يسوع الآية رعا موحد ايوه شارك هالبودكاست مع حدا بتحس أنه رح يتبارك وتانكيو لألك ولألك أول آية أيها الرب إلهي عم بقرأ من سوري عم بقرأ من كتاب الحياة يعني ترجمة كتاب الحياة هيدا هي الترجمة يلي عم بقرأ منها إذا حابب تتابع معي وفيك تسمع لأنه يمكن تكون بمحل ياخد بريك بنشغلك عم تتمشى الصبح عم تمشي الرب هيك يلاقيك أنت عم تسمع هيدا البودكاست وتكون لحظات تغييرية بمحضر يسوع أيها الرب إلهي داود عم يحكي بحزين ومتهم أوكي يعني مهم نعرف السياق يلي منقرأ في كلمة الرب أيها الرب إلهي إليك التجأت فأنقذني ونجني من جميع مطاردية لأن لا يفترس العدو نفسي كالأسد وليس من ينقذني شو حلو؟ أنه ببساطة تهم داود من حدا من حدا قريب لأله وكتب كتب هيدا الحزن تبعو عورقة بس رنمها للرب وجهها للرب وهيدا اللي بيعمل الفرق لما بتحول أحزينك للرب ساعة الراب بيتدخل أنه مش أصبت من أنه بس ترتاح تكتب يعني حزنك ومشاعرك بعورقة بس مش ليسوع أنه بتنفس شوي بس أنت ما حلت المشكلة أنت نفست لأ أنت لما بتحكي مع الراب بالجورنالينج تبعك بالكتابة أنت مش بس عم بتنفس وعم ترتاح أنت كمان عم تجي عند الشخص يلي هو يلي قال بيعمل طريق مطرح ما في طريق مثل مشاء البحر الأحمر يعني بيعطيك حلول فنفس وخط حلول هيدا هي البركة المضاعفة لما بتوجه مشاعرك وأحزانك بمحضر الراب فيك تعبر كمان بالرأس النبوي بمحضر الراب بتكون حزين وعم ترؤس قدام الراب كمان الراب بيقرأ رأسك فهون عم بيقله داود هيدا الكلمات أنه أيها راب إلهي إليك التجأت فأنقذني ونجني من جميع مطاردية لألا يفترس العدو نفسي كالأسد وليس من ينقذني فداود عارف أنه الراب ملجأه ما أرر داود هو يلي يروح ياخد حقه بإيده ويرد التهمة بتهمة وتتصاعد المشكلة رحلة عند الرب وبتعرف مش غلط إذا أنت عم تقطع بمشكلة أنه بدأك تروح عند القضاء أو حدا سلطات معين تحللك مشكلة مش غلط لأنه الرب رتب السلطات بس قبل ما تعمل هيك قدية حلو تروح عند القاضي العادل يلي هو ربنا على على المحكم السماوية وتبلش فوق تفتح ملفك بمحضر يسوع ويمكن يحلل لك بدون ما تعوز قاضي أرضي قاضي أرضي قاضي أرضي وتفت مصاري وكذا تبلش دايما مع الرب ما هيك فداود هون هيك عمل رحلة عند الرب قال له عندي أنه أعداء عندي الناس عم يتهموني وأنت يلي أنا عم بلتجي لأله قادر تنجيني لأي رقم تليتي أيها الرب إلهي إن كنت قد اكترفت هذه الإساءة وكانت يدي قد ارتكبت هذا الإثم إن كنت قد أسأت لمن أحسن إلي وسلبت عدوي من غير سبب إذن فليطارد العدو نفسي وينزعها مني واليدس في الأرض حياتي ويعفر في التراب شرفي يعني هون شو هالقلب الحلو يلي عنده يا داود لأنه قرنا بالعنوان فوق القصيدة حزن نظمها داود ورنمها للرب لا ردا للتهمة التي رماه بها كوش التهمة هي شي باطل هي شي كذب هي إفترة تهمة حتى بيقولك أنا متهمه بس هون داود أخذ هايدي التهمة وحولها للخير ما تصرف بزهنية الضحية أنه أنا أنه أنا تعبين أنا عندي أعداء أنا كذا أنا بستحقل عم بيصير معي لا لك شو عامل أخذ هايدي التهمة وفحص قلبه مع أنه هي تهمة ومع أنه فيقول بدغري أنه هيدا الحكي مش مظبوط وهيدا الشخص عم بيكذب وعم بيأزيني وكذا بس برضو فتش قلبه علا وعسى أنه يا رب أنا إذا كنت مغلت بمطرح من المطاريح يا رب خليوهن عن جد يلحقوني ويفنوني أنه هالأت كنواسق كمان من بره أنه منه مغلت بس بنفس الوقت فتش قلبه وقدي حلو لما أشخاص تعيرنا تتهمنا نتضع ونفتش قلوبنا حتى لو عن جد غلطانين بس هيك مثل نترقى بالتواضع يعني ناخد فرصة لأنه عن جد نمعن في التواضع مثل ما قال المسيح في فليبي اتنين الأمعنة في الاتضاع وهذا الشيطان يعني عن جد أنه بيجن جنونه لأنه مش متوقع أنت تتضيع وتفحص قلبك وتتقدس زيادة هو متهم مش متهم هو مفتكر أنه أنت رح تعصب وتشارع وتقاضي وتكون عم تواجه هيدا اللي اتهمك وإلى آخره بس أنه آخر شي برأسه إبليس أنه أنت رح تاخد هالتهمة واللي هي غلط بس كمان لا تمعن بالاتضاع شو حلو ففاجئ فاجئ عدوك فهوني عم بيقل له هيد الكلمات على إن كنت قد أسأت لمن أحسن إلي وسلبته عدوي من غير سبب إذن فليطارد العدو نفسي وينزعها مني واليدوس في الأرض حياتي ويعفر في التراب شرفي فهوني هل أدو داود واسئ من حاله أنه هو مش مغليت بس بنفس الوقت أخد هالتهم اللي توجهت له فرصة ليتطضع بعد زيادة الآية عم ستة بتقول بيكمل داود وبيقول إنهض يا رب في احتدام غضبك وانتصب في وجه سخط خصومي يامن أو سيطى بالعدل لطحت بك جماعة الشعوب فتحكمها من منصة القضاء العالية شو حلو أنه داود أخد ملفه يلي فيه اتهام أخده على منصة القضاء العالية هاللويا ليه رقم 8 أن الرب يدين الأمم اقضي لي يا رب كحقي بحسب ما فيه من كمال ضع حدا لشار الأشرار وأثبت براءة الأبرار أيها الإله العادل فاحص القلوب والدخائل ملجأي عند الله مخلص مستقيمي القلوب فهون عم نشوف كيف داود أنه عم بيقله للرب أنه أنا مش مغلت وعن جد كانت تهمي وبليز يا رب أنت إليه عادل اقضي لي بتقلي توني بس أنه يمكن أنا عن جد أنه اللي قالوا علي مظبوط وأنا غلطت وبستحق اللي قالوا عال لكن أنت هون ما تجي لعند الرب تطالبه بالعدل لأنه أنت محتاج رحمة هون إذا ناس عن جد اللي عم تقل لك هو أنه أنت سببه أنت تعال عند الرب وعلون رحمة الرب يقول له يا رب أنت رحوم ما تنهدي بعدل الرب أنه كل قضية بتدعي أنه تشوف أوجه معينة من أوجه الله فهو هو حيات لك شو ما كان الوضع اللي عم تمرق فيه فهون بيكمل وبيقول داود الله قادر عادل كان عارف داود أنه ما رح تمضى على خير معنا الحكيم أنه أنه هيدا اللي اتهمه مغلت بحقه وما رح تمضى على خير ليه لأنه الله قادر عادل وإجا داود ورفع قضيته لعند الرب وعم بيعلن أنه الله قادر عادل خلص لما تسلم قضيتك للرب هذي اللي اتهموك هذي اللي عيروك هذي اللي خربولك حياتك هني هلأ بوضع صعب لأنه الرب هلأ مستلم قضيتك واسمه للروح الكدس للبركليتوس المحامي ما هيك يعني وأنا بعرف أنه ما خسر قضي الله ولا مرة ما هيك فارتاح وارتاح وعرف وعلون أنه الله بقضيتي أنا قادر عادل وهو إله يسخط على الأشرار في كل يوم وما أنه بعيد الرب نحنا منفكره قاعد على عرشه وبعيد عنا مئة سنة ضوئية وبس لما منحكي معه بيستجيب وهو مش سامع أساسا لا لك شو عم تقول الأية هون قال هو إله يسخط على الأشرار في كل يوم كل يوم يعني هو الرب القادر العادل جزء من الحياة البشرية اليومية عم بيسخط على الأشرار في كل يوم يعني شايف الأشرار بحياتك كل يوم وعم بيسخط عليهم كل يوم وعم بيمنع الشرور وعم بيحط للبحر حد فهو ما أنه بعيد وبس لما بتعيط له بعد مئة سنة ضوئية بيرجع بيستجيب وآه يه أنا نسيت أنه أنت تحت هو معنا عايش معنا الله معنا عم نوئيل فعرف أنه كل يوم الرب يسخط على الأشرار بحياتك مش بمناسبات معينة بس أولا لازم تدعي وتاخد قضيتك على منصة القضاء العالية مثل ما سميها داود على المحكم السماوية وتقول الله قادر عادل وهذا اللي قالنا يا يسوع أنه رحت الأرملة بالعادل جديد عم بحكي رحت الأرملة يلي رحت عند القاضل ظالم ودقت عليك اليوم مدري كم مرة أنصفني من خصمي أنصفني من خصمي أنصفني من خصمي الصبح الظهر وعشية تطلع له بالمنامات أنصفني من خصمي يعني عوفته حياته طلعت منه العدل بس كيف بالقوة فبالآخر قال أنه عطاها لأنه وجعت له راسه بس يسوع قال قال إذا هذا قاضي وظالم بالآخر عطا العدل لأله لأنه كانت مصرة كم بالحري أنه الله يليوي قاضي عادل قال يسرع لمعونة القدسين يسرع لمعونة الطالبي لا يقضي لألهم بالعدل بس شو مهم أنه لما يجي على الأرض يجد إيمان أنه أنت بتصدق أنه هالرب يلي استلم قضيتك عن جد عم بيكمل فيها أنه أنت رح بتضلك ويسئ كل يوم قال أياجد إيمان يسوع الأياجد إيمان هيدا اللي عم بيرفع قضيته لعند الرب ولا خلص أنه تغرب تفشل وبتقول لك ما صلى هنا ما صار شي أياجد إيمان أنت عن جد رح بتضلك ويسئ أنه الرب مستلم قضيتك وهو قاضي عادل وإذا فيه غلط وتهم وزور وتخريب بحياتك واسئ أنه الرب رح بيتدخل ورح بيجيب عدله على حياتك ويتعامل مع الأشرار هاي كتير مهمة ابقى بالإيمان ما تبلش بس بالإيمان وتفشل بعد فترة كمل بالإيمان لحد ما تشوف مجد الرب لهي رقم 12 سقل سيفه ليضرب به الشرير الذي لا يتوب يعني هون صار في شي تصاعد بالرب أنه اللي ما بده يتوب سقل سيفه يعني هو رمز للدينونة ورمز للفناء سقل سيفه ليضرب به الشرير الذي لا يتوب يعني يمكن هؤلاء الأشخاص يلي متهمينك ومخربين حياتك إلى آخره أنت رفعت قضيتك لعند الرب القادة العادل يمكن الرب يبلش يبكتهم لأنه طيب ورحوم وقال بيقود الخاطئ للتوبة بالرحمة بالحنان بالجودنس بيبلش يحكي يبكتهم توبوا تراجعوا عن الموضوع اعتزروا غفروا إلى آخره بيحكي مع الأشرار اللي بحياتك يلي أزوك بس قلب الآخر السقل سيفه وليضرب به الشرير الذي لايته وبعدين إذا ما سمعوا وما تجاوبوا وما بدون أبدا خلص يعني الرابب يرفع الموضوع لمستويات أعلى من الدفاع عنك الوتر كوصه بحياءها أعدى أعدى له الأسلحة القطالة وجعل سهامه القادر اضطرات اضطرات ربنا يتعامل معك بالمستويات اللي هو ما بيحب يتعامل فيها مع هؤل الأشخاص لأنه الراب لا يسر بموت الأشرار بس إنه إذا ما بدك التوب وترجع عن الإساءة يلي عم تسببها لهيدا الشخص يلي هو بريء وعن جد ما بيستحق اللي عم تعمله معه أنت بمطرح كتير صعب فهي الكلمة وستطلك اليوم وما تقول إنه الراب ما حذرك حذرك ونص وإذا ما بتتوب أنت لح تكون بمطرح كتير صعب وما بعرف شو ممكن ربنا يعمل معك انتبه هيدا تحسير من الروح القدس لإلك تراجع تضيع سامح غفور سكر الملف وحتى عود عن الإساءة اللي عملتها مثل ما زكريا مش زكريا زكا عطى اللي سرقه وعود عنه كمان فعود وإذا اليوم ما بدك تسمع لصوت الرب يلي عم بيدق على بيب قلبك عرف إنه يمكن هيدا يكون آخر تحسير لإلك ومن هون ورايح وضعك صعب إيرام 14 هو ذا العدو يتمخط بالإثم يحبل بالأذى ويلت كذبا حفر بئرا وعمقها وبالآخر قال شو ويحبل بالأذى يعني بيكبر معه الأذى يحبل يعني بيبين عم بياخد فارم عم بيصير واضح لهيدا الأذى مش عم بيتراجع عنه لأنه الحبل كل يوم وكذا شهر يعني فيه إصرار إنه يقزي ويالت كذبا يعني بيبيه طبعه كذب الحفر بئرا وعمقها مش بس حفرها العمقها هلأد هيدا الشخص يلي وكوش البنيميني أراد الأذى لداود مش إنه بس حفر له حفر وعمقها هلأد بدتوا يقزيه هلأد هيدا الشخص كان مصر يفنيه لداود مصر إنه أنا عن جد ما رح اتراجع أنا بدي أقتله لداود بدي أقزيه للآخر وهو الأشخاص يلي بيحفروا وبيعمقه هلأد رب يتعامل معهم بأسابة بس هلأ إذا حفرت بس بدون ما تعمق بدون ما تتمخب بالإسم وعن جد تحبل بالأذى إنه هيك مثل إساءة صغيرة طلعت منك صدرت مش الحالة الرب بيرحمك بس أكيد اعتزروا توب بس الأشخاص يلي لا إخدينا يعني لمطارح كتير عميئة الحفرة بقرا وعمقها بالآخر سقط فيها وإنت يلي رح تنطم فيها ورح يتكسروا عظامك ورح بتنقذى يعني الشي اللي أنت مفكر إنه خلص أنا ماسك عدوي هلأ عمقتله ومستحيل بقى يطلع منه متل ما عملوا إخوة داود ساري إخوة يوسف بالعادل قديم الكبوب البير وعن جد كن وغيرانين منه هدفهم مش إنه شوية غيرانين غيري أخوية مثلا إنه بس خزقوا له الأميس الملونة لا لا عن جد كانوا بدون يقتلوا وكبوه ليقتلوا ف بالآخر هن سقطوا فيها يعني هن اللي نقذوا لأنه بعدين كيف نقذوا لما يوسف شافوه بالمجد شافوه نايب الرئيس بوقتها نايب الفرعون نصب جمر عليهم لأنه نصدموا أنه أخيه صار هو القصة كله وصار عنده سلطان على الممالك فنصدموا نقذوا يعني مرات الناس بتنقذى أنه تشوفك عم ترتفع وعم تتمجد وعم تتبارك فممكن أنه العذا مش ضروري يكون دايما مثل ما نحنا منتصور وأنه أذى الرب لما اللي أزوك يشوفوك عم تتبارك يشوفوك أنه بمطرح يعني هن كانوا بدون يدفنوك وفجأة الرب رفعك وعزم العمل معك وصارت أنت عم تخدمون شو هال مصخرة لقلون أو شو هال شو الكلمة هون أنه شي غير متوقع أنه أنا ما بقى عندي حال إلا أنه أرجع لك لأنه أنت صرت للمرجع الأعلى بكل الدولة أنه مثل زل كان لأخواته وليوسف أنه نحنا عم نموت جوعانين في مجاعة أنه ما قلنا إلا يوسف شو هالزل نزله ما ما توقعوا يوصلوا يوما ما يكون خيهم يلي كارهينه وبدون يموتوه هو المرجع الوحيد بكل الأرض وبتنبع لك أنت هيك رح بيصير مع اللي أزوك وعن جد رايدين لك تموت وتفتص وينتهي اسمك وذكرك وأنت الرب رح بيرفعك والناس رح تنصدم هؤل اللي أزوك بالذات رح ينصدموا وبالآخر أنت رح تعمل مثل يا سوى رح بتحبون وتغفرلون وتخدمون بس عرف أنه هن عم بينكاوه من جوه مزلولين يعني الخير يلي صابك هو شر لقلون هو يعني مديقين ما عندنش غير حال زراكن الرب هاللويا لقيا رقم 18 صرنا خلصين بعد فئتين قال شره لهيدا الشرير يرتد على رأسه وظلمه يهبط على هامته إني أحمد الرب من أجل عدلته وأترنم لإسم الرب العلي واو فعراف اليوم أنه الرب قاد عادل لما بتسلمه قضيتك يلي فيه ظلم يلي فيه اتهام يلي فيه أزى يلي فيه كذب عراف أنه هيدا الشرير هو بوضع سيء جدا مزروك مزروك زرك وعراف أنه مش بس الرب رح يقضي لإلك بالعدل إنما هيدا الشرير يلي ما رح بتوب رح بيكون عم بيشوف يسوع رجل الحرب يلي ودت ركوزه وهيئها وأعد له الأسلحة القطالة وجعل سهامه محركة فعراف أنه قد ما يكون بتقول لي توني ما أنت مش عارف أنه أنا الآن مع ناس عندهم ظهر عندهم سند القضاء بالأرض معهم قضاء فاسدين لك الرئيس تبعهم رئيس جمهوريتنا تنقول ما ترح ما هني ما بعرف مين عملي سمع البودكاست هو حتى الرئيس معهم لك حتى القضاء معهم لك فساد شو بدي خبرك يعني أنا خلص يعني ملف رح يتسكر ورح ينحط بالجرور وأنا خلص يعني بدون يفنوني وما قلي حدا لا هذا الحديث ما بتحكي لحدا بيصلي ممنوع تفكر بأيدي الطريقة إذا أنت عم تجل عند الرب عند المحكمة السماوية منصة القضاء العليا وتسلم ملفك للرب الرب بيصهر عليه وبدو يفرجيك مجده وبدو يفرجيك عدالته وهودي كلهم على بعض يلي شيفهم عمالك ما الرب اختصاص ويبيض العمالك هودي يعني يا بيعتزروا منك يا أنه الرب بديو يفنيهم من حياتك بس السر أنه تعمل مثل ما عامل داود بالأول التهم ما راح أخذ حقه بإيده قال لي النقمة أنا أجازي أقول الرب عرف هذا المبدأ داود راح لعنده وقال له هاي الكلمات بأول أيها الرب إله إليك التجأت فأنقذني ونجني من جميع مطاردية لألا يفترس العدو نفسك الأسد وليس من ينقذني عرف أنه لما بتسلم ملفك للرب القادر العادل هذا العدو يلي شكله مثل الأسد ما راح يقدر يفترسك وانت عندك منقذ يلي هو يسوع يلي هو رب الجنود معك وضيتك بد تنحل أكيد وساء ما تهين الرب القادر العادل إلي ما تصلي وترجع تحكي بعدين عدم إيمان وتقول صلاينا يعني شو بدي يسير وسألنه هاك يعني عفشة خلق صلاينا هدا عم تجهد صلاتك عم بتهين القادر العادل عم بتهين عدالة الرب لما بتحكي هيد الكلمات لأنه عم تعلن عدم ثقة أنه أنه القادر العادل الله هلا بديه يتلفت لنا ويحل اللي قضيته ما تعمل هيك أبدا إذا عملت هيك توب عتزر من الرب وقاله يا رب سمحني أنه أنه فكرت هيك عنك و يا عمي إذا الله لقلك أنت كمان كون هيك للرب كون لقله ما تكون ضده ما هو لخيرك هو بحبك هو معك هو ليصغي لصلاتك لتدرعاتك وبدو يغير حياتك فاليوم أنا بعلن عدل الرب عليك باسم يسوع وبعلن أنه قضيتك مع الرب محسومة ومين ما كان الشرير بحياتك شو ما كان منصبه ولد صغير أو رئيس بلاد إذا شرير وعم بيتهمك وما قاله حق الرب بده بده يدخل لأنه الرب لا يحاب الوجوه إذا مغلطين معك مين مكان الرب لا يحاب الوجوه كمل متكل على يسوع عرف أنه قضيتك بين إيديه ورح بيحللك مشكلتك هده مثل بالعهد الأديم إيزابل يلي أخذت بالغصب حق نبوت اليزرعي اللي نسيت اسمه ما بعرف إذا مغلط باسمه بس شي هيك أخذت هي عندها كل الأرض كلها يعني الدولة كلها لقلها كانت حالة بعينها أنه تاخد هايدي الأرض لأنه جاوزة بده إياها أنه اغتصبطة منه لهاي الأرض هو ما عنده إلا هاي الأرض يعني فقير معتر ما عنده إلا هايدي ورطة من بيه وأجديده عملت يعني فورميل طويلة عريضة كذب وشكاية واتهام وغصب وما بعرف شو لسرقتها منه وقتلته بزون بعدها الناس التفاصيل بالآخر شو صار بالآخر ما بزن قتلته بيه أنه ما تصلي صلوات يلي هي يا رب حرقهم وفنيهم وتلعنهم لا لأنه نتذكر يسوع قالنا باركوا لعينيكم أحسنوا إلى المضطهدين إليكم إلى آخره فلا لما بتجي لعند الرب سلم قضيتك لأله قال له أنت قادة عادل يعني فرجي شخصية المجد قال له للرب أنا زعلين حزين أنا هون مغتصب إخدين مني إلى آخره أنا بسمحهم يا رب أنه بس أنت تدخل عمال يا رب بهاي القضية إلى آخره يعني ما تجي لعنده تصير تلعن وتشتكي وتعمل أبشع منهم لهو الأشرار لا خليك مسيحي خليك عن جد هيك عم تتصرف بالبر قدام الرب وخلي الرب يصطفل مثلا بقولوا الله يصطفل فيهم خلي الرب عن جد هو يجيب هيدا العدل على حياتك بالطريقة يلي هو بيتمجد فيها وبالطريقة يلي عن جد بتباركك وبتبارك هو الأشرار ما قلتلك يا بيتوبوا وبيعتزلوا منك والرب بيغيرلون فكرهم وبيحميك منهم وبيبعدهم عنك يعني إذا ما رح بيتوبوا بيرفع الرب لمستوى آخر من القضاء بس عرف أنه الرب معك كن بأمان كن واسق ما تحكي كلمة عدم الإيمان بعد ما تسلم قضيتك للرب لما تكون مع أصحابك قول أنه لما يذكرك بالإساءة والقضية المرفوعة ضدك قلهم أنه أنا مصلي والرب رح بيحرك الموضوع وهو يعني إله العدل وما بيسمح هذا شيء يصير بحياتي لأنه أنا بيعهد معه ورح منشوف مجده ورح منشوف تغيير بهذا الوضع فخليك بعد الصلعة تحكي كمان إيمان وضلك واسق بالرب وتذكر كلمات يسوع أنه لما يجي ابن الإنسان على الأرض يجد إيمان يعني الرب بده يعطيك عدل بس خليك بالإيمان وضلك واسق بالرب لآخر لحظة ورح بتشوف جود الرب بأرض الأحياء بهذه القضية بالتحديد إذا بتعرف حدا محتاج يسمع هالكلمات شارك هذي الرسالة معه وكون بركة لقلون لكمان أنت ترجع لك حصاد لقلك لما بتبارك آخر محتاج لنفسها الرسالة أنت رح تتبارك يعني دايما مبدأ البزار والحصاد أو الزرع والحصاد دايما يعمل يعني الزراع وأنت بتحصد أضعاف وبدأ لك شغلي كمان بعد أنه مش ضروري يكون الملف اللي مرفوع ضدك هو شي بس أنوني بالمال أو بالبزنس فيه يكون جارك عم يتهم عم يتهمك زور فيه حدا عم يمكن ينزع لك صيتك فيه يمكن مرض هدا اللي تعادل لما تصاب بمرض يمكن حدا سبب لك بالمرض العكل اللي عم تاكله اللي أنت عم تعمل جهدك أنه تاكله منيح بس فجأة زيك الرب يتعامل مع هاي الشركة اللي أزتك مع اللي اللي صنعوا علبة المعلبات يا الرب بيطوبهم بيغيروا البروداكت أو بيسكلهم شركتهم ما بنعرف عن جد مهمة الرب قاضي عادل قاضي عادل ولما منسلمه قضيتنا وقلة العدل بحياتنا رح منشوف الرب عم بيهب لنجدتنا وعلينا بس نوسق فيه ونصدقه ونعرف أنه بيحبنا القيادة أمم من أجلك يعني لك قداش أنت عزيز ومحبوب وقضيتك بتهمه للرب فأنا بصلي اليوم تكون تشجعت بهالكلمات اليوم و إلى اللقاء بحلقة جديدة وبموضيع نبوية تعليمية الروح القدس بحط على قلبي من أجلك ومن أجلك ومنعطي يسوع كل المجد وشكرا لأصغائك موسيقى ترجمة نانسي قنقر